السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنبدأ شابتر جديد بعنوان functions الدوال سنرى كيف نقوم بتعريف دالة سنرى أمثلة كيف نتعمل مع البراميترس وسننهي الشابتر بحل مسائل exercises تتطلب تعريف functions إذن أول شيء definition لـ function نستطيع أن نقول أن function مجموعة 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 رأينا في كل البرامج السابقة أننا كتبنا دالة اسمها main هذه تعتبر الدالة الرئيسية أي برنامج في C++ يجب أن يحتوي على الأقل على function واحدة وهذه الفنكشن الأساسية اسمها main additional functions can be defined in order to divide the code يمكن أن يكون عندنا دوال إضافية بالإضافة إلى المين والهدف هو تقسيم الكود إلى أجزاء كل جزء يكون مخزن داخل function بالنسبة للسنتاكس كيف نعرف دالة؟ نقوم في البداية بتحديد تحديد الـ تحديد الـ الـ ثم اسم وبين قوسين ما يسمى بـ ثم نفتح القوس نضع محتوى الفنكشن هنا هيكون عندي الكود الذي سيقع تنفيذه من قبل هذه الفنكشن ونقفل القوس لتحديد نهاية الفنكشن هنا مثال لتعريف فنكشن كيف نعرف فنكشن وكيف نستدعيها هذا الكود قمنا بتعريف two functions الفنكشن الأولى اسمها print hello الفنكشن الثاني اسمها some two numbers هنا وضعنا int لماذا؟ لأن هذه الدالة سترجع قيمة كيف عرفنا أنها ترجع قيمة؟ بسبب هذه الكلمة return عندما نجد داخل function كلمة return هنا يجب أن نضع نوع القيمة المرجعة some تلاحظون أن هذا المتغير some نوعه int لذلك وضعنا هنا int لو كان عوضا عن int عندي float float some لو وضعت هنا float لأن هذا المتغير نوعه float لو كان نوع هذا المتغير char لو وضعت هنا char إلى غير ذلك بالنسبة لل print hello هذه الدالة وضعت كلمة void لماذا؟ لأنها لا تحتوي على أي return هذه الدالة لا ترجع أي قيمة لذلك وضعنا كلمة void إذن عندما عرفت void print hello وضعت قوسين هنا فارغة ما في ولا شيء بين هذه القوسين لماذا؟ لأن هذه الدالة لا تأخو أي بارامتر بداية الدالة نهاية الدالة ومحتواها يتمثل فقط في تباعة كلمة hello إذن كل هذه الدالة لوحدها نروح الآن للدالة الثانية sum to numbers هذه الدالة وضعت بين قوسين عددين في المتغيرات A و B إذن هذه الدالة حتشتغل على متغيرات حتاخو متغيرين A و B و هنشوف إيش هتسوي بداية الدالة نهاية الدالة عرفت متغير int sum يسوي A مع B ثم أقوم ب return sum أرجع المجموع إذن هذه الدالة تهو قيمتين تشتغل على هذه القيمتين تقوم بحسابة المجموع وترجع المجموع بما أن المجموع نوعه int وضعت هنا int إذن هذه الدالة لوحدها دالة ثانية الآن الدالة الرئيسية المين اللي هي هنا هذه الدالة الرئيسية تقوم باستدعاء الدالة الأولى استدعاء لهذه الدالة تلاحظون عند الاستدعاء كتبت فقط اسم الدالة print hello بين قوسين ما عندي ولا قيمة لأنها الدالة لا دخ ولا براميتر ثم فاصل منقودة إذن الكمبيوتر عندما يستدعي هذه الدالة سيروح داخل الدالة ويقوم باتباعة hello إذن في الأوتبوت سيكون عندي كلمة hello يخرج من print hello ويواصل تنفيذ بقية البرنامج sum two numbers بين قوسين ثنين وخمسة إذن هذه الدالة sum two numbers التي تقوم بحسابة مجموع قيمتين أعطيتها قيمتين القيمة الأولى ثنين والقيمة الثانية خمسة هذه الدالة قلنا أنها تحتسب المجموع وحتسوي return لهذا المجموع القيمة المرجعة سأقوم بتخزينها في المتغير c int c يساوي القيمة المرجعة من sum two numbers c out the sum is القيمة c إذن الكمبيوتر سيطبع the sum is القيمة c اللي هي 7 هذا output لهذا البرنامج سنتأكد من ذلك بكتابة هذا البرنامج ترجمة نانسي قنقر